أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن المشاورة النووية بين إيران والقوى الكبرى ستستأنف في محاولة لحلحلة الخلافات المتبقية وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد لقاء بين كيري وظريف وأشتون لبحث الملف نووي الإيراني في فيينا في الخامس عشر من أكتوبر وحول ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أكدت أفخم أن إيران مستعدة لتقديم الدعم اللازم بشأن مدينة كوباني لو طلبت الحكومة السورية من هذلك مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العرقي حيدر العبادي سيزور طهران لتباحث حول سبل تطوير تعاون الثنائي لمحاربة داعش كلما اقتربت إيران والدول الست الكبرى من التوصل إلى اتفاق نووي شامل تسعى أطراف معينة لعرقلة الاتفاق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحدث عن رغبة بلاده في التوصل إلى حل نهائي لملف بلاده النووي يتضمن حقوق الشعب الإيراني ويبدد مخاوف المجتمع الدولي إزاء سلمية نشاطات بلاده النووية إلا أن لبيات صهيونية بحسب الوزير تسعى لعرقلة الاتفاق المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أكدت أن وجهات نظر الطرفين اقتربت من بعضها أكثر من أي وقت سابق إن وجهات النظر بين طرفين المحادثات النووية قد اقتربت كذلك فإن مجموعة السوداسية الدولية تضم بلدانا مختلفة ومن الممكن أن تكون مواقفها مختلفة كما أن إيران تشدد على مسار الحوار في الموضوع النووية وتتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الثرية وستواصل محادثاتها معها أفخم نددت في مؤتمرها الصحفي بتجاهل المجتمع الدولي لمصير أهالي مدينة عين العرب السورية داعية إلى مساندة الحكومة السورية في مكافحة الإرهابيين المتحدثة باسم الخارجية قالت إن التحالف الأمريكي أطلق يد داعش في المنطقة إن إيران الإسلامية تعمل على حل قضايا المنطقة بيقظة تامة كذلك فإن التحالف الأمريكي أطلق يد عصابات داعش الإرهابية في المنطقة وأعانها على ارتكاب المزيد من الجرائم مصادر إيرانية تحدثت عن جولة جديدة من المباحثات النووية ستنطلق الأسبوع المقبل وستجمع بين وزيري خارجية إيران وأمريكا محمد جواد ظريف وجون كيري ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في إطار مفاوضات الحل النهائي لملف طهران النووي تشير المعطية أن طهران لن تتراجع عن برنامجها النووي بل أنها تؤكد وتصر عليه المسؤولون الإيرانيون أعلنوا رفضهم الكاملة لأي اتفاق نووي لا يتضمن حقوق الشعب الإيراني لا سيما إنتاج الوقود النووي محليا والاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي إضافة إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية عن إيران عباسنا الشاب قناة الكوت من أمام مبنى الخارجية الإيرانية طهران